يعني ربنا يقول في الكتاب لا يظهروا أمامي فارغين يعني اللي ييجي يحضر في كنستي أو في الهيكل بتاعي في العهد القديم ما يجيش إيده فاضية انت جاي لملك أو رئيس مش بتاخد له دي ورايح لواحد صاحبك لا ما أنا لكتعز أقوله على سبيل المثال اللي ما بتروح عند صاحبك بتاخد قلبة جاتو قلبة جاتو وتروح تقدم تعبر يعني عن محبتك في ناس الفترة فجانوا زروا جابوا بتاعك كنافة حلوة أنا بحب كنافة أنت له مشكوركم الهدايا أو التقديمات بتدلل عن محبة محبة انت لما بتعطي بتقوله ربنا يا رب أنا بحبك وبقدر محبتك أدي عشوري وأدي تقديماتي وكانوا بيقدموا ثلاث مرات في السنة العشور والتقديمات ثلاث مرات في السنة والعشور تختلف عن التقديمات العشور دي لابد تتحسب بالورقة والألم التقديمات دي بقى فوق زيادة والرب قال كده إن لم يزب بالركب على الكتب والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السموات الكتب والفرسيين كان يقدموا العشور بالصبت ما يزيدوش المسيح قال كده في متى 23 عدد 23 قال إيه ويلوا لكم أيها الكتب والفرسيون المرؤون لأنكم تعشرون النعنى والشبت والكمون يعني كانوا مضاققين كانوا حلوين في العشور كانوا حلوين يعني المسيح ما دانهمش في الآهز بس دانهم فيه بقى وقال لهم إيه تتركون أسقل النموس الرحمة والحق والإيمان ما عندهمش رحمة ما عندهمش رحمة ناس بيقدموا الحرف لكن مش في قلوبهم رحمة الحرف يقتل والروح يحيي ولذلك رب قال أريد رحمة لا زبيحة طوبة للرحماء لأنهم يرحمون يرحمون حتى لما المسيح في مرة عمل معجزة يوم السبت قالوا إزاي تعمل معجزة يوم السبت كسرت النموس قال لهم تبلوحت فيكو حمار سقط ليوم السبت هتسبوه واقع ولا تطلعوه هتطلعوه المسيح عايز يرحم جاء ليرحم الناس فالمسيح ما انتقدهمش في حتة العشور المسيح أقرب العشور بس أقرب عدم وجود رحمة في قلوبهم وعشان كده طيب سيس مصطفى أنا هناخد بريك وبعد نرجع عايزة أذكر للإخوة والأخوات المشاهدين بمناسبة عدي القيامة تتقدم الأرمية بتهاني جميعكم بهذه المناسبة المباركة والعطرة أعادها الرب عليكم وعلى بيوتكم وعلى أبنائكم بالخير واليمن والسعادة كمان أذكركم من نقطة الطلافات مفتوحة 248-416-1300 طلب الصلاة اختبار تعليق معين على كلمة الرب عن تسبيح الرب عن عبالة الرب احنا قاعدين الجلسة دي علشانكم بنتجاذب أطراف الحديث معكم وانتم معانا يعني البرنامج بباشر برنامج إلا مباشر وحي عشان بنتجاوب معكم وانتم تجاوبوا معانا فبنرحب بمكالماتكم المستمرة وقبل ما نروح على البريك أقول مزمور الرابع والأربعون آخر عالت فيه طوبة للشعب الذي الرب إلهه طوبة للشعب الذي الرب إلهه ياريت الرب يكون ملك على بيتك النهاردة وعلى عملك وعلى حياتك ابقوا معنا وقفة قصيرة وبعدها نرجع إليكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الأرامية قناة الأرامية في الشهور الأخيرة بدأت في تقديم نوعية جديدة من البرامج تتعلق بالتوعية السياسية والتسقيف السياسي والتحليل السياسي حتى يكون المهاجرون على دراية بما يحدث في منطقتهم وفي العالم من هذه البرامج برنامج قضية للمناقشة الذي يناقش كل ما يتعلق بالقضايا الهامة في الشرق الأوسط وقضايا الأقليات ومسيحي الشرق الأوسط برنامج قضية للمناقشة يستضيف أهم الخبراء من الشرق الأوسط ومن أمريكا وأوروبا ليناقشوا هذه القضايا الهامة التي تتعلق بمصير هذه المنطقة من العالم تابعونا على قناة الأرامية لمشاهدة برنامج قضية للمناقشة أعزائي المشاهدين نحن في موضوع النهاردة عن تسبيح الرب تمجيد الرب الترنيم لإسم إلهنا المبارك والتهليل لإسم إلهنا المبارك أسيس مصطفى أيها حبيبي قلنا لماذا نسبح الرب من شوية وقلنا أن الرب مستحق كل تسبيح خلقتنا على صورته ورب يتلزز في علاقته بينا فنسبحه ونمجده لأنه صنعنا على صورته وكمان منه نحيا ونتحرك ونوجد طبعا فده أبونا السماوي اللي بيستهل كل متح كل تسبيح كل عبادة إيه فائد بالتسبيح أنا أسمع أن التسبيح كمان بروح الانتصار يعطو روح الانتصار للمؤمن طبعا فائدة التسبيح ده مفتاح النصرة في الحرب الروحية يعني لو عليك حرب روحية من إبليس زي الأخ جورج لما اتصل من أجل حنان لما يكون فيه شطان على حد أو شطان بيحارب حد أو فيه مرض لما نسبح ما يطقش إبليس التسبيح آه ده حصل معي يعني قصة في قرية مصرية حصلت معي لما تسبح كأن نار بتنزلها على إبليس لأن الكتاب يقول إيه في مزمور 22 وعدد 3 وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل أول ما بتسبح الرب بقلبك وبروحك والحق المسيح بيجي من السماء القاب بيجي من السماء الروح القدس بيجي من السماء وبيجي في بيتك بيجي في المكان اللي أنت فيه وأول ما المسيح بيجي ولو فيش طام موجود هلش طام بيبقى؟ أبدا بيعمل إيه؟ بيفر من المكان بيهرب لأن الكتاب يقول الرب جالس يسكن وسط تسبيحات شعبه عايز الرب يسكن في بيتك سبح ليل ونهار طوبة للشعب العارف الهتاف يبقى التسبيح أول فايدة بيخلي الرب يسكن في بيتك يسكن في شغلك يسكن في المكان بيقوله رب تعالى أنا بسبحك أنا بعظمك بحبك بحبك ده التسبيح والتاني فايدة من فواد التسبيح تسقط الأصوار اللي عاملها إبليس حواليك لغة الانتصار بقى تسقط الأصوار كمان يعني إبليس عامل عليك حصون هتنتصر مرض حصور فقر مثلا حصور ناس أيمى عليك مشاكل تعرف ولذلك أنا دايما ليه في نهاية كل برنامج بقول للناس روحوا كنيسة فيها تسبيح وبتمنى أن كل الكنائس كاتوليكية سوريانية كلدانية أشورية أي كنيسة إنجلية محمدانية كلنا نعمل اجتماعات تسبيح للرب بالساعات عارفين المسلمين لو ييجوا جنب كنيسة فيها تسبيح ما يقدروش ليه؟ لأن الشعب ده بيسبح ففيه الرب بييجي في وسط المكان وبيعمل ليه؟ وبيدافع عن الكنيسة ده عن الناس دول لكن لو فيه كنيسة الشعب بتاعها لا بيدرس كتاب كويس ولا بيسبح كويس ولا بيصلوا صلوات حرة كويس معلهمش حماية فييجي إبليس يضرب فيهم فلذلك أنا بوجه دعوة يريد كل الكنيس تتعلم تدرس الكتاب بالساعات يسبحوا بالساعات ولذلك يقول أصوار أريحة في يشوع ستة الرب قال للشعب اهتفوا بس ودوروا حواليها سبع مرات وأول ما هتفوا يقول الكتاب سقطت أصوار أريحة لوحدها يعني تسقط أصوار إبليس اللي عاملها حواليك لوحدها لما تقول تسبح أنت وعيلتك كده أنت وأصدقائك بالساعات وكأن المسيح وقف قداما كنت عمال سباحة وتهتف أنا كنت النهاردة في بيت من البيوت كنت بزور بيت فكنا بنسبح أنا ومجموعة فالرب قال لي امسكوا قدين بعض ولفوا لفوا في المكان وعدنا لف 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 وفعلا سقطت الأصوار وفيه ثلاث نفوس سلموا حياتهم للرب فبالتسبيح أولا الرب يسكن وسط تسبيحات شعبه بتسقط الأصوار إبليس التسبيح كمان بيعمل وحدة في الجماعة يعني لما يكون ناس متفرقين الأفكار أول ما بنسبح الله بيعمل وحده ورب يحب يبارك الوحدة قوي ولا يبارك الانقسام إطلاقا ولذلك يقول في أعمال اتنين وعدد ستة واربعين وسبعة واربعين كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة يقول مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب كلهم كانوا بيسبحوا بنفس واحدة أصبحوا كلهم واحد فالتسبيح بيعمل وحدة في الجماعة بيخل أخويا اللي بيرنم الترنيم أنا بيرنمها نفسها وكلنا بنقدم للرب تسبيح التسبيح كمان بيقرب المسبحين من ربنا يعني بيدخلك إلى قدس أقداس ربنا أمين يقول يقول كتاب طوبة للشعب العارفين الهتاف يا رب بنور وجهك يسلكون باسمك يبتهجون اليوم كله عايز تبتهج اليوم كله سبح الرب أول ما تقوم من نوم كده أول ما تقوم من نوم كده مش تروع التلفزيون مش تروع الجرائد وطار لا امسك كتاب ترنيم وسبح في ناس كتير أول بيقولولي احنا بنفتح الفضائيات ونسبح معاها لا أنا عايزك انت اللي سبح لوحدك لأنك لما بتسمع الفضائيات انت سلبي بتتلقى وده حلو مش وحش بس رب يقول أسمعيني صوتك الرب عايز يسمع صوتك انت ولما تيجي تسبح كأن المسيح واقف قدامك لأن المسيح فعلا موجود في كل مكان وسبح الرب بكل قلبك بكل روحك سقف ارفع ايدك للسماء وانت بتسبح الرب ايه اللي بيحصل الرب ييجي بملايكته مشاكلك كلها تتفك يحصل فرح في قلبك أسوار إبليس تسقط أمامك ولذلك طوبة للشعب يقول الرب يقول طوبة للشعب العارفين الهتاف الهتاف يعني الصوت العالي أنا أول ما أمنت بالمسيح وتعملت بالروح القدس كنت كان لسه أبويا وأم وأخوات وكلهم مسلمين أنا الوحيد اللي جيت للرب كنت أطلع فوق السطح بتاعنا وكنت أمسك كتاب ترنيم واحدة سبح رايح جاي رايح جاي رايح جاي أم تطلع كان تطلطم كده وتقول انت بتغني بتقول أغني غريبة طبعا مش وقتين على كده أنا ما همنيش تقول علي أي مجنون تقول أهم شيء أنا مجنون في حب يسوع كنت أتعاذ أقول هللوي أفرح الرب لما بتسبح بيجي لك فرح فرح فيضان فرح فيضان فرح جواك الفرح ده كنت أقول هللوي المسلمين كانوا أطلعهم جنبي من البيت هنا ومسلمين بالبيت هنا لأنني كنت أعلي صوتي على أعلى يعني يعني صوته علي جدا أنا كانش همني لأني فيه فرح فأنت عايز تفرح عايز تبتهج عايز حل مشاكلك سبح ولذلك أنا بطلب من كناس في المصق اعملوا اجتماعات تسبيح بالساعات اجتماعات صلوات حرة من صلوات محفوظة بس صلوات حرة الناس تعبر عن في قلبها صلوات حرة بالساعات درس كتاب مقدس بالساعات فاللحظة دي قوات الجحيم لن تقو علىها كنيسة مثل هذه اتذكر شخصي انا كنت عاد اقول لك شيء تاني او ما تقول الاختبار له ما هو القصة الكتابية الطبيعية بوليس وسيلة في السجل حطوهم وربطوا ايديهم ورجلهم في المقترع ايو اه ترنم بايه بوليس ايه يدعو للتسبيح لما انت حالتك محزنة انت مرمي في السجن ومبهدلك حالتك ومش عارف هتطلع ولا ما تطلعش ومستقبلك ايه وانت رايحين ولا جاي منين وقاعد في السجن مسجون تحت رحمة الحراءة لكن هو ما شافش كده هو تحت رحمة ربنا وابتدى يسبح الرب وتزعزع يصليان ويسبحان بوليس وسيلة ايديك مربوطة ورجلك مربوطة فرحان بايه اصر الفرح بقى اصر التسبيح اصر العبادة اصر التهليل ايو انا الهي وانفكت قيود الجميل وانفتحت اساسات السجن ساتر يا رب شوف يعني التسبيح لقوة طبعا بيجيب ربنا الملايكة بيجي يحضره معاك اه يعني الشيطان عايز الكنيسة ما تسبحش ولو سبحت عايزك تسبح بكآبة والحارس قال ايدي ده هارح يقتل نفسه قالوا لا بتعملش نفسك اي شيء ردي زعزعت اساسات السجن اي فربنا يعني بيسكن في تسبيحات شعبه الكتاب يقول يسكن في وسطهم لما يلقى التسبيحات يقول ده بيحبون لا التسبيح كمان لابد يكون بفرح صار لاني الكتاب يقولي لانك لم تعبد الرب الهك بفرح لذلك تسلط عليك اعداء في ناس بتعبد بحزن يعني ايه بحزن في الكليسة بتاعتها ولا يسقفوا ولا يرؤوسوا للرب ولا يرفعوا قديهم للرب زي ما قال الكتاب ارفع الى القدس وزي ما قال بولس في عبادة الرجال يرفع اياد طاهرة عايزين عبادة بحزن يقول لانك لم تعبد الرب الهك بفرح لذلك تسلط عليك اعداءك عايز الشيطان يتسلط عليك اعبد بحزن ما ينفعش اعبد بتسقق يا جميع الامم فمرة واحد بكلمه وانا كنت بسقف فبيقول انت عملك ازعاج لنا في الاجتماع لانك بتسقف وطوله ليه مش الكتاب بيقول يا جميع الامم صفقوا بالايات اهتفوا لقالي ده كان في العهد القديم وطوله يا حب تخيل احنا المؤمنين احنا عروس والمسيح هو العريس تخيلوا عروس دخل العرسة كئيبة دخل حزينة العرس يعمل ايه يقبلها ولا يرفضها يرفضها العروس لابد تفرع عرسة تفرحه ازاي باقتسامة جميلة بالتسقيف بالتهليل بالفرح فلذلك لابد نعرف نفرح لإلهنا في كتاب قال فيه رأس كمان بس مزاي رأس العالم اللي هو بتاع الشهوات رأس فرح للرب داود رأس امام تابوت عهد الرب احتقرته مراته ميكال وليت انت أحد السفاء زي كده زي السفاء ايه الرب اللي عمل معها عقبها لاني الرب بيبص القلبك وانت بتسبع ملكش دعو بالناس وانت مدينش غيرك سيب ربنا هو لإله العبادة الحقيقية هي عبادة بالفرح اتذكر القصة اللي انا كنت عايزة اقولها فيه اخ مؤمن دي قصة هاي كان بيروح يبشر في قرية من القرى في مصر مسيحيين هو اخ مؤمن بيخدم يعني بيبشر فعلمه الجماعات الاسلامية اللي ده بيجيء من نشاط المسيحيين في المنطقة دي فقرروا قتله فاستخبوله في الضرة يعني بيمشي في حتك فيها ايه زراعة عشان في نص الطريق يأمل ايه يقتله فهو دايما كان متعود لان المكان ما كانش فيه ناس كان طول المكان وهو رايح يرنم يرنم طول الطريق لان الطريق لحد القرية طويل طول ما هو عمال يجيب ترنيم ورا ترنيم ورا ترنيم ورا ترنيم لحد ما وصل الاجتماع وصل ما فيش اي حاجة جيه واحد مسلم من المجموعة دي قال له واحد في الكنيسة قال له من الراجل اللي بيجي عندكو ده ليه اتصال بالمركز يعني مع المركز هو بيشتغل مع المركز مع البوليس يعني فقال له ليه قال له كان فيه مجموعة مستنياء عشان يقتلوه لقوا جنبه حراس من المركز مشيد حواليه من حراس من السماء اللي هو من البوليس اللي هو مملايكة الرب بعت ملايكة لانه عارف انه كان فيه مؤمرة لقتله عارفين اللي هي الرب بعت ملايكة لانه كان بيسبح تعرفوا لو كان ماشى كده حزين ويعدد مشاكله كان رب سمح انا عايز اقول لكم السر سر الحماية سر البركة انا وانا في في السويد سنة 96 اتحكى لهذا الاختبار انا كنت اعملت مؤتمر هناك سنة 96 مؤتمر كبير جدا حضر فيه اراقيين وسوريين ومصريين فالسفارة المصرية في السويد عرفت بي ان انا جاي لانه عملوا اعلانات سيأتي خادم الرب ودي عبد المسيح مصطفى عيد فطبعا وحطوها في في الشوارع وكله فانا رحت وقلت اختباري وخدمت ما حصلش حالي بس اتحكى لي بقى بعدها اخ من المؤمنين حكى لي قال انا عايز احكي لك اختبار الرب بيحبك وبيحميك تلقوا قال للسفارة المصرية في ستوكولم في السويد اجندت واحدة مسيحية مسيحية طبعا بالاسم وخليتها تقعد قدامه وتسجلك اللي حتقوله ضد الاسلامة فانا حكيت اختباري اللي انا بحكيه وسجلت طبعا انا اتكلمت عن محمد وكل شيء وراح تدت له لهم فجم بعدها عشان يقتلوك وهم جايين عملوا حدثة شنيعة والبنت اعترفت والاخ المؤمن ده حكى لي قال للرب بيحميك انا عايز اقول لكم حبايم الهنا حي الهنا بيعمل معجزات لو المسلمين بيدبروا دلوقتي مشاكل المسيحين في مصر او في العراق انا بطالب الكنايس اعملوا تسبيع اعملوا درس كتاب اعملوا صلوات حرة اعملوا صيام وحتشوفوا حماية الرب حرس الملايكة يسيج من حواليكم بسياج الروح القدس الحرب اصلا حرب روحية قبل ما تكون حرب ميدانية لما ننتصر في الحرب الروحية بننتصر ميدانية ولذلك التسبيح كمان بيغيرنا بيغيرنا يعني ايه بيغيرنا يقول ناظرين مجد الرب نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد امين لما بتسبح بيسرق نور يسوع عليك ضعفاتك بتروح الاشياء اللي إبليس حطاها بتبدأ تسقط تلقائيا بيبدأ فيه فرح بيبدأ تتغير ده في كورنسوس التانية والإصلاح التالت وعدد 18 وكمان بالتسبيح الناس بتتوب امين يعني سجان فيليبي تابلي تابلي من تسبيح بولسوسيلة وكانوا بيسبحوا ايه بصوت عالي في السجن زي ما انتقول بيستخدموا السلاسل زي الدو يعني التسبيح بتخلي الناس اللي ببيتك يتوب يعني اللي انت عملت كلمهم كتير ومش عايزين يتوبه انت بتسبح الشيطان اللي عليهم ممكن تفارقهم وانت تتكلم هو بييجوا للرب بسرعة ده في أعمال 16 التسبيح بيطلق يد الرب لتعمل وده في أخبار الأيام التاني وعدد عشرين لما جه تلت جيوش يحربوا الملك يهوشفار تلت جيوش جايين يحربوا الملك يهوشفار مملكة يهوزة عملوا ايه امروا بالغناء والتسبيح وصاموا ايه اللي حصل الرب يقول وضع اكمنة هو الرب رأح حرب عن نوم وضع الرب أكمنة خلاهم يموتوا بعض الجيوش اللي جاي يتحارب بعضها وضع الرب أكمنة على بني عمونه وجب المؤاب وسعير فانكسروا ده سر الحرب الانتصار في الحرب الروحية أصلي بص الرب وضع شروط للانتصار لو عملناها بنانتصر لو ما عملناهاش يبقى احنا السبب في الهزيمة نعيش حياة الانهزام الانهزام زي زي قائد معرخة قائد جيش ادى الجنود بتوعه أسلحة الجنود قال لك لأنا عايز أخش سب الأسلحة رك أنا ولك أخش بدراعي يحصلوا يموت خد سلاح سلاح التسبيح أقوى الأسلحة سلاح الصلاة سلاح الصيام درس الكتاب بتحفظ آيات تستخدم دم المسيح فالتسبيح النهاردة اللي احنا مركزين عليه ده بيخلي العدو تهزم أنا تذكر في مرة في الجيش لما القائد عرف أن أنا كنت مسلم بقيت مسيحي وخدني قدامه وبقى يسألني زي ابن الله واجاوب وازي السلوس واجاوب فحطني في السن فوص ثلاث عساكر يضربوني وقال لهم موتوه كمان هم قالولي بعد كده وقالولي لو موتوه مالوش دية وكمان هندوكوا شهر أجازة كمان كمان أنت عارف يوم أجازة في الجيش يعني حاجة عظيمة أو أسبوع ده يعني ده شهر قالولي شهر وفعلا ضربوني ثلاث عساكر لما حد ما كسروا دلوا عدت حوالي شهرين ما أقدرش ايه أتنفس وقتتحرك اه يعني أقولك كنت تتنفس كنت حس بوجع غير عادي الرب بكتهم تبكيت غير عادي الثلاث عساكر دولي واعترفولي وقالوا للقائد اللي قال لنا ورئيس العمليات وظابط فلان ونقيف فلان قال لمجموعة كلهم اللي قالوا ضرب العسكري المصطفى ده حتى الموت مالوش دية وصاهم عليك وقالوا مالوش دية يعني لو مات خلاص ويديكوا أجازة كمان شهر لكن أنا ما دفعتش عن نفسي وأنا بضرب كنت أقول له أشكرك يا رب لكن لا أنسى في هذا اليوم كنت بصلي بالعربي وأنا بضرب والثلاث عملين يزلين في ضرب بالأيدين وكل اللي جعله في كل أنحق جسمي وأنا بضرب اتكلمتي بألسنة لأنسى هذا اليوم يعني من كتر الضرب روحت متكلم بلغة الملايكة اللي رب بنتهالي اللي هي بتاع أنا أول ما اتكلمتي بألسنة رجعوا الوراء ووقفوا عن الضرب أنا لا أنسى هذا اليوم رجعوا الوراء ووقفوا فروحت مسلي تاني بالعربي أشكرك يا رب وأنا بضرب رحوا نزلين ضرب فيها تاني قلت لأ أتكلم بألسنة على طول تاني يوم سألوني بيقولولي فيه لغة غريبة أنت اتكلمتها وإحنا بنضربك إيه اللغة دي دي مش إنجليزي فأنا قلت يا رب أشرح لهم دي إزاي لأنه دي علامة معمودية روح القدس فقلت لهم كده الواحد لما بيؤمن بالمسيح بيحل عليه الجلالة كده فالربنا بيديله لغة الملايكة قال له يعني يا عسكري مصطفى إنت بتتكلم لغة الملايكة قلت له أيوة راحوا أشاعوا في الكديمة كل عسكري مصطفى بتتكلم لغة الملايكة والقايد بقول صحيح إنت بتتكلمه أيوة اللي بيؤمن بالمسيح ربي بيدوني لغة الملايكة قال لي معناها إيه دي طولي دي بأسرار عليا الشطامة منه من ربه بدأوا يفتحوا لموضوعه جديد لغة الملايكة طيب طيب قلينا ناخد بريك وبعد نرجع أنا بس المفكر لإخوة المشاهدين أيوة أني في أخت عندها عملت تحدي عندها خمسة ألاف دولارات عايزة تتبرع بيهم إذا إحنا في هذه الأمسية عملنا مقابل هذا المبلغ خمسة ألاف هي هي تدفع خمسة ألاف يبقى عندنا عشر تلاف إحنا بشجعكم علشان نقبل هذا التحدي في هذه الأمسية أنه يجي أكتر من خمسة ألاف نحن عندنا المبلغ الوصل لحد الوقت الثمانية وتلاتين ألف وبنصلي أن الرب يكمل معنا المشوار لستة شهور القادمة وثاني شيء أذكركم أني بنوهنئكم بمناسبة عيد القيام المجيد أعلى الله عليكم بالخير والبركة أنتم وعائلاتكم وقفة قصيرة وبعدها نرجع إليكم فيبقوا معنا نهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الإدمان موضوع مجريانة المحللات والمحرمات على الإطلاق مفيش المبدأ ده المبدأ ده مش موجود مفيش لستة اسمها لستة المحللات جرس الإنزار برنامج يتناول أمور العائلة ومشاكلها وخصوصا في المجتمع الغربي وكيفية معالجة هذه المشاكل الأسرية من طلاق وخيانة وتربية الأطفال وأيضا يعالج مشاكل الإدمان وغيرها مع طرح العلاق السليم المبني على أساس الكتاب المقدس هذا البرنامج يأتيكم مرة كل أسبوعين في يوم الأثنين في الساعة العشر ونصف مساء بتوقيت شرق أملك هذه البرامج من أجلك عزيز المشاهد شارك معنا في رسالة الآرامية وفي استمرار هذا الإنتاج المتميز الآرامية تحتاج إلى دعمك المادي شارك معنا والرب يبارك حياتك بإمكانك إرسال دعمك على العنوان أو الاتصال بالآرامية على رقم الهاتف 248-416-1300 أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن التسبيح عن التمجيد لإسم الرب إلى هنا وفي نفس الوقت نتذكر أن يسوع هو سر تسبيحنا أن يسوع هو سر الحياة أن يسوع هو سر عبادتنا ويسوع هو سر ترنيمتنا تخيلوا معي أني ما كانش في العالم اللي إحنا بنعنش فيه رسالة يسوع ورسالة الإنجيل المشتشفيات اللي تفتحت الإرساليات الضخمة المختلفة في أنحاء العالم ما تكونش تفتحت يعني ما تكونش لها أصل الموسيقى اللي تألفت الكلاسيكية اللي كانت أساساً كنيسة موسيقى كناسية وإحنا نتكلم عن العبادة والتسبيح ما كناش نسمعها لأنه إن لم يأتي المسيح فكل هذا باطل إن ما كانش يجي المسيح ما تكونش فيه المدارس اللي تفتحت في الشرق الأوسط ونحاء العالم تفتحت بواسطة كنايس للتبشير وتعظيم اسم الراب لكن إحنا بنحتفل اليوم بإلهنا الحي المقام من الأموات اللي أعطانا الرجاء وأعطانا الأمل وكل عام وأنتم جميعاً بخير وبنتكلم كمان عن دعم رسالة الأرمية إن ما كانش المسيح قام من الأموات ما كانش فيه داعي لرسالة الأرمية لأن إحنا بنبشر بإله ميت لكن إحنا بنبشر بإله حي إله الرجاء إله السلام إله الخلاص إله الشفاء عشان كده إحنا قاعدين معكم ونتكلم مع بعضنا البعض وبنكلمكم عن طريق شاشة الأرمية في بيوتكم وإنتم تتصلوا بينا في الاستوديو هنا وبنتكلم معكم وبنتشارككم بإختبارات الرب وتتشاركوا معنا بإختباراتكم مع الرب وحديث يعني كأنه حديث عائلة بيدور بيننا وبينكم ولسيما إحنا بنحاول جمع الدعم والتقدمات لأجل الستة شهور القادمة أنا أشكر الإخوة والإخوات اللي تبرعوا في هذه الأمسية وصل المبلغ حوالي 500 دولار لكن أنا عشامي في الرب أن يكون المبلغ أكتر وأكتر عشان مش كل مرة عايزين يجيون لكم عايزين للتقدمات وعايزين للدفع وعايزين يعني أنا أحس أني هذه طريقة يعني بتكون ضيقة على نفسي أكتر لكن أنا عارف أن الرب لما بيحكي معكم والرب بيسقل قلوبكم أنتوا لوحدكم من غير حتى ما نشجعكم من العطاء أنتوا لازم تعطوا لعمل الرب ليس على سبيل الاضطرار لكن على سبيل الاختيار من حياتكم فده رجائي أن التليفونات تبتلي تشتغل وتبتلي الإخوة اللي قاعدين على التليفونات عايزين يكونوا مشغولين شوية فدقوا التليفونات وقولوا دلوقتي إحنا عايزين نتبرع عايزين ندعم عمل الرب عايزين نكرم الرب ولا سيما في هذا العيد المبارك عايزين نبارك الرب زي ما باركنا أنت حلى عليك عيد القيامة وإنت بخير وعائلتك بخير ورب بيباركك وبيحط الطعام على مائتك كل يوم ولم يعوزك شيء الرب راعية فلا يعوزني شيء فبارك الرب زي ما هو بيباركك بارك عمل الرب ولما تبارك عمل الرب الرب هي باركك أكثر وأكثر ازرع بزرة بركة اليوم لعمل الرب في قناة الأرمية حتى ما تستمر الشاشة الأرمية تدخل إلى بيوتكم وعن طريق الإنترنت إلى العالم أجمع لتبشر برسالة الخلاص برسالة السلام وقتنا قرأ بنتهي فأنا رح أدي فترة قصيرة للأسيس مصطفى بعد أن هنصلي لأجل التلباط اللي وصلتنا وبكده ننهي برنامجنا معاكم وكل عام وأنتم بخير فضل الأسيس مصطفى الرب بيبارك وكل سنة وانتوا طيبين جميعا أولاد يسوع كنيسة يسوع أحباء يسوع في كل مكان رب يجعلها سنة سعيدة ومباركة وسنة القيامة لكل شخص فيكم لأن القيامة دي معناها انتصار على الموت انتصار على إبليس انتصار على القطير انتصار على كل شيء يقول الروح القدس في رسالة غلطية علسان رسول بوليس في غلطية 16 فإذ حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان ربنا عايزنا نعمل الخير للجميع لكن لا سيما لأهل الإيمان أهل الإيمان يعني المؤمنين يعني الناس اللي ليهم علاقة بالرب الناس اللي بيخدموا الرب يقول الكتاب من لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن من لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته الفضائية الأرمية أهل بيتك دول ولاد يسوع وانت بتقول أنا مسيح أنا ابن للرب أنا بنت للرب بتقولي دول أهل بيتك اعتني بيهم باحتياجاتهم لما تعتني بيهم الرب حيعتني بيك ولذلك يقول كده في رمية 12 وعدد 13 يقول مشتركين في احتياجات القديسين ده أمر إلهي مشتركين في احتياجات القديسين ده احتياجات الأرمية اللي احنا قلناها من شوية أنا وحضرة الأستيسيوسي قلنا لكم الأجهزة وقلنا الأشياء أنا أسق أن الرب يحسوا لكم بمحبة يسوع الإله القدير لكي يطعطوا بسخاء ويقول كمان الكنيسة الأولى في كورنسوس الأولى لصح 16 وعدد 2 في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم منكم عنده خازنا ما تيسر يعني يجيب في أول كل أسبوع يعني في يوم الحد كان الكنيسة بيجيب ما تيسر يعني اللي تقدر عليه اللي تقدر عليه وبعدين يقول فيه كمان في أمثال 3 وعدد 19 أكرم الرب باكورتك من مالك ومن كل باكورات غلتك أنت عايز تكرم ربنا أكرمه من اللي أعطاك إياه ربنا مش بياخد فلوسك هو بيستفيد هو بيها شيء هو ربنا مش محتاج لنا في حالة ده بقول الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب أنت لما بتكرم ربنا بتكرم عمله بتعضد عمله بتعضد أولاده خدامه فلما بتكرم ربنا يقول رب يقولي حاشة لي أكرم الذين يكرمونني أما الذين يحتقرونني فيصورون يعني يحتقروني يعني إيه ما يكرمونيش بخلا كنت قابل البرنامج قاعد مع أخت بتقول لي يعني اللي ما يدفعش العشور مش هيروح السابق قلت لها طبعا مش هيروح السابق قالت لي ليه قلت لها لأنه حرامي وكتاب ولا سارقون ولا مأبنون ولا مضاجع الزكور ولا زناة ولا صحرة ولا عبدات أوسان لهم نصيف في ملكوت المسيح والمسيح قال لا يقدر أحدكم قد يخدم سيدين الله والمال فاللي ما بيطلعش عشوره أو تقدماته ده بيعبد المال يبقى ما فيش ربنا في قلبه يبقى حيروح جوانا أخي السماء لها شروط أول حاجة ده من المسيح ثانيا لابد تنسلك كما سلك ذاك الرب كنيسته وولاده عندهم حب العطاء والرب بيقول المغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ الله أعطانا الأسمن والأغلى يسوع على الصليب أنت بتدي شوية فلوس ده الشاب الغني لما جيه المسيح قال له أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لا أرسل قال له احفظ الوصائل اللي هي الوصائل العاشر قال له حافظتها منذ حدستي يعني من وانا صغير قال له يعني عايز بقى يكون لك كنز عظيم في السمات قال له أذهب وبع كل أموالك وزع على الفقراء فيكون لك كنز عظيم شوفوا الرب امتحن الشخص ده ويمتحنك دلوقت أخويا المشاهد زي ما قال للشاب الغني اذهب بقى كل أموالك وزع على الفقراء فيكون لك كنز عظيم يقول الشخص ده كان غبي جدا وخسر خسارة غير عادي هو فكر أنه لما يوزع أمواله أمواله ستروع لا عمل يقول لك فذهب حزين ليه لأنه كان زي أموال كثيرة لا الأموال مكادش كثيرة في الخارج الأموال كانت في قلبه كان قلبه مضروب بمحبة المال وبكنز المال ولذلك يقول لك فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن من هم خارج الحياة المال الرب بعتهن عشان نمجب به ربنا مش عشان احنا نستعبد له احنا نستعبد المال وننفقه من أجل خدمة الرب ولتعديد الفقراء والمساكين والخدام المتفرجين مش هو استعبدنا ولذلك الشاب ده أخطأ خطأ عظيم نفس الخطأ نفس الخطأ بتاع هذا الشاب يقول لك زهب حزينا حزينا انت عايزة تبقى حزين انت عايزة تبقى حزينة ولا فرحانة عايزة تكون فرحان اعتوا سر الفرح اعتوا تعطوا كي لم يلبدا مهزوزا في أحضانكم أنا أسق أن الرب يحس وناس قصيرين ويتصلوا ويختبوا شكاة للمسيح عدد عمل الرب وانت حتشوف بركات لك والكل دائرة من دوار حياتك والرب يبرككم ويحفظه كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة قيامة رب المجد يسوع من بين الأموات وانتصاره على الشيطان وعلى الموت لما قال أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية أمين طبعا نقض تلبط الصلاة نصلي لأجلهم قبل أن تنتهي الحلقة ستة اللي تبرعت بتقول pray for her setta and her family to get closer to God أنها تقرب للرب also for Mary Ann her daughter ابنتها for school challenges تحديات الدراسة واختيار الوظيفة المناسبة career choices وكمان بتقول أن her vision يعنيها بتلت تضعف وتصال أن الرب لابس نظرات وشايف أن كل نظرها بيضعف شوية شوية عايزة تصلي للهيلينج يعني الرب يلمس عنها أمين الأخ إدوار من أجل الامتحانات كمان الرب يجهد في هذه الامتحانات أمين قيس من أجل الشفاء وصلات إلى العائلة حتى يعرفوا الرب بنت الرب العائلة حتى يصلوا لأجل العائلة حتى يتقربوا إلى الرب وصلات إلى الوالدة لأنها في غيبوبة واللي عندها كتبتهم من السويد اللي كان عيان بسرطان الأخ في السويد تعيد أخت اتصلت وعندنا كمان أعتقد أم سعد صل أولادها وللعراق وريتا صلاة لأبيها مريض برضو بالسلطان الأخ جوزيف صلاة لأجل عائلته والأخ جورج اللي اتصل لأجل الأخت جنان اللي هي الأروح الشرير بتهجمها أمين أمين تفضل أنا عايز أقول لكل الأحبة الأفاضل المشاهدين اتحدوا معايا ونواثق الرب حي يلمس عايز أقول لكل شخص مريض انت لك حق في شفاء يسوع يسوع جه من السماء عشان يشفيه بل هل تصدق ان يسوع يشفيك النهاردة وشللك ينتهي وصرطانك يروح تصدق في الرب أمين المؤمن بيشكر قبل ما يحصل على العطية من الرب ده المؤمن لكن الخاطئ أو الملحد يقول لك عايز أشوف وبعدين يصدق هل انت مؤمن تصدق وتشكر قبل ما تاخد ولا انت شاتد ومرتاب رب يقول لي يكن لكم ايمان بالله اي يكن لكم ثقة في الرب هل عندك ثقة ان المسيح ده أبوك واجي من السماء عشان يخلصك ويشفيك ويحرار ده أبوك أبوك بابا مامتك عايزك عيان ولا عايزك سليم بابا عايزك عيان ولا عايزك سليم عايزك سليم ثق فيه وانا اثق الآن ان كل شخص عنده ثقة في الرب حيطلع منك في ثانية رب يكلمني في مرة قال الشفاء سهل عندي جدا بس سهل عندك ثقة يقول الكتاب لا تطرحوا ثقتك التي لها مجازات عظيمة مكافأة كبيرة من الرب الثقتك فيه هو قال الذي يشفي جميع أمراض كل أمراض ستشفي مهما الدكاترة قاله مهما التقارير قاله مهما الوجع اللي عنده سيطلع مرضه اثبت على هذا الإيمان والرب سيلمسك وحتحك اختبار أمين غمض عينك الآن وحط إيدك على مكان المرض أمين اسمي يسوع أقول في قلبك يا ربنا واسق أنك هتعمل المعجزة معي يا ربنا السماوي أنا بشكرك لأنك حاضر من أول الجلسة إلى نهاية حاضر في شخص يسوع في روحك الخدوس بنقدم لك المجد والعظمة لأنك مستحق وحدك كل مجد وكل كرامة أنا جاي لك الآن بثقة ويقين فيك أنا عندي الزر تشك أنك أنت لا تستطيع أن تشفي لأنك أنت يا رب جيت من السماء لكي تخلص وتغفر وتشفي وتحرد وتحرد مكتوب عن شخصك كنت تجول تصنع خيرا تشفي جميع المتسلط عليهم إبليس وما زل أنت حي أنت قمت بين الأموات وما زلت بتشفي لكن أنت بتبحث عن السقة أنا واثق أن فيه ألاف مؤلفة ملايين محتاجة شفاة فازرع فيهم الإيمان والثقة في قلوبهم وأرواحهم وأنفسهم أنك ستشفيهم مشاكلهم تتحل أمراضهم تشف قيودهم تفكر همهم تزان أنت فيك النعم والأمين يا سوع أنا واثق أنك في وسطنا جنبنا الآن في الستوديو وجنب كل شخص في بيتنا اسمي سوع أنت قلت صلاة الإيمان تشفي أنا واثق فيك وعندي إيمان كثير من المشاهدين عندهم ثقة فيك أكثر من ثقتنا في الأطباء أكثر من ثقتنا في الدواء أنت دوانا وأنت طبيبنا مكتوب من ثقتنا مكتوب أخرج الآن بإسم أخرج الآن أنا بشكرك أنا بشكرك لأنك لمست أناس كثيرة جدا أنا بشكرك لأنك شفيت يا رب أنا بشكرك يا سريع الإجابة أوه هاللويا ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك يا يسوع المسيح أنا بشكرك لأنه أناس كثيرين شوفيه من أمراض مختلفة لأنك الطبيب الشاف الأعظم يعطيهم ثقة ويقين في قلوبهم إنك شفيتهم اسم يسوع وانزع كل شك وعدم إيمان يضعوا بليس أنا بصلي يا رب من أجل جورج اللي اتصل لنك تبارك بصلي من أجل حنان يا رب إنك تحميها من كل أرواح شيطانية بتجمع أي أرواح سحر عمل الله أي مسلمين أو أي حد باسم الرب يسوع أنا بكسر كل لعنة سحرية على حنان باسم الرب يسوع بكسر كل لعنة سحرية كل قيود شيطانية باسم يسوع فلتفك حنان الآن ولتبارك أوه هاللويا أنت قلت لا سحر ولا عرافة ولا عيافة على إسرائيل على ولادك المؤمنين محمق مشورة العرافين الأخذ الحكماء أي المكرين بمكرهم أنا بشكرك يا رب أنا بصلي من أجل إيف يا رب إنك تباركها اسكر ماجد اللي عنده سرطان في الدم باسم الرب يسوع أنا بنتهر كل سرطان أخرج أيها السرطان من ماجد الآن ومن كل شخص بيشاهدني باسم يسوع أأمرك أيها السرطان أخرج بقوة دم يسوع بقوة الروح الخدوس ولا تعود أبدا أوه هاللويا بصلي من أجل المساعد يا رب إنك تباركها وبرك أولادها وإخوتها في العراق والجينان أيضا بصلي من أجل ريتها ظهرها ورجليها يا رب باسم الرب يسوع من أجل والدتها حربية باسم الرب يسوع لمسة شفاء لظهرها ورجليها الآن رب أشكرك لأنك شفت يا رب بصلي من أجل فهيمة إنك تباركها وتبارك أسرتها بصلي من أجل الأخ جوزيف اللي ببرع بصلي من أجل كل الأحبة اللي ببرعه ليه كنتا في إيضة 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 إنك تباركهم إنك تباركهم وتعودهم عن تبرعهم وتروتلهم سبعة أضعاف في أحضانهم فائدا مهزوزا ملددا يا رب بارك الفضائية القرمية وسجد حياجتها يا رب اسكر كل شخص اتصل تاني وسب اسمه باركه وشفيهم اذكر المسيحيين في مصر المتعاضين يا يا سلوعة روح لولادك في مصر يا رب قل للسلافين والجماعات الإسلامية بيقوموا عليهم ارحم شعبك احمي شعبك احمي المتنصرين ولادك في العراق في مصر في تونس في الجزائر في المغرب في ليبيا في السودان في السعودية في سوريا في إسرائيل في الأردن في لبنان في اليمن في الإمارات اذكر شعبك يا رب انا بوصيك بعمل ايديك يا يسوع اسمي يسوع آمين رب انا بشكرك لانك انت يا رب اللي بتعطينا اكثر مما نريد ومما نفكر لانه مكتوب وسيملأ الهي كل احتياجه بحسب خناه الذي لا يستخص في المدين انا بشكرك لانك انت احتياجني يا يسوع يا بنا السماء وانا بصلي باسم يسوع وبقوة روح القدس وأشكرك أشكرك لانك استجاب بقول لكل شخص سقن الرب لما سم امين امين انا واسق الرب شافة ناس لو مشلول أمني على سم أمني على كرسي وتحرك هل عندك إيمان لو عندك عصى لأحيها أمي يعمل الشيء اللي ما كنت اشتقدر تعمله قبل كده يسوع لما سم هيكل لك إيمان وثقة بالرب واتصل في الأيام اللي جاية وكرم الرب ويشهد عن عمل الله امين مجد يسوع أمام كل الناس لان يستحق يسوع يستحق أن يمجد ربي بارككم ويحفظكم كل سنة ويطيبين حبايا شكرا جزيلا قصة مصطفى ربي باركك أعزائي المشاهدين وإلى هنا ينتهي موعدنا معكم من هذه الفترة للبث المباشر وكما ذكرت كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد القيام المجيد وإلى أن نلتقي وإياكم أستودعكم في رعاية الرب ورب يبارك جميعكم فتصبحون على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة